مش بالصدفة نفاته على رسالة كولوسي الإصحاح الأول بقول عن يسوع فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رئيسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل يعني واضح جداً في الحديث نعم عشان كده بدأ يتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله صورة الله استخدم كلمة في اللغة اليونانية آيكون باعتبار الكلمة دي فيه معناها أنه صورة طبق الأصل صورة طبق الأصل للدرجة أن الكلمة اللي استخدمها في الآيكون جاية من كلمة تاني في السياق اليوناني في هذا الوقت أثناء كتابة الرسالة عندما يريد أحد أنه يعمل صورة من وثيقة قانونية فعشان خاطر الصورة الجديدة تكون صورة طبق الأصل من الوثيقة القانونية لتحاشي الكذب والضلالات والاحتيالات اللي بتحصل بين الناس عشان الوثيقة القانونية فكان لابد أن هو يضع ختم ما فيه كل الصفات والملامح الأساسية للصورة الأصلية وهنا دي كلمة آيكون معنا كده أنه الآيكون دي كلمة صورة هنا معناها تحمل كل الملامح الحقيقية والأساسية للأصل وهو رسم جوهره وهو رسم جوهره هنا المسيح صورة الله غير المنظور فبالتالي يحمل في شخصه كل الملامح بتاعت الله موسيقى